اشتركوا في القناة حقيقة يمكن ما حدث كانت له إرهاصات قبل 15 من أبريل بالنسبة لميليشيا الدعم السريع المتمردة حاولت أن تمركز بعض قواتها بالقرب من مطار مروي في شمال السودان هذا قبل بطعة أيام من 15 أبريل مما حدب الجيش أن ينبه إلى أن هذه الخطوة تمت دون الاتفاق مع الجيش السوداني لأن تحرك هذه القوات وتمركزها لا بد أن يتم بتنسيق مع الجيش السوداني أتبعت هذه الخطوة بخطوة غادرة صباح يوم 15 أبريل بأن هاجمت قوات ميليشيا الدعم السريع المتمردة منزل القائدة الأعلى لقوات الشعب المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان هذه الخطوة تزامن مع خطوة أخرى قام بها هؤلاء المتمردين بالهجوم على مطار الخرطوم الدولي وهو مطار مدني بحت وأيضا الهجوم على مطار مروي في مطار مروي قاموا بأسر بعض ضباط والجنود القوات المسلحة الجوية المصرية الذين كانوا في دورة تريبية مع قواتنا المسلحة ضمن ما يعرف بحماة النيل أسروهم حتى أنه لم يتم إطلاق صراحهم إلا بواسطة الصليب الأحمر رغم ادعاء هؤلاء المتمردين بأن الأسراء كانوا موجودين معهم مكرمين ولم يكونوا محتجزين ولم يكونوا أسراء أعقب ذلك محاولة من هؤلاء المتمردين لمهاجمة القصر الجمهوري مهاجمة القيادة العامة مهاجمة بعض المواقع الأخرى الاستراتيجية يمكن أن نعزي هذه الخطوة للطموح غير المشروع لقائد ماليشيا الدعم السريع المتمرد محمد حمدان دقلو الملقب بحمدتي والذي يطمح لأن يرأس السودان يطمح لأن يكون رئيس سوداني فزج بهؤلاء الجنود في معركة لا ناقة ولا جمل لهم فيها فقط هو طموحه السياسي كان حسب الترتيبات الجارية بالنسبة لهيكلة والإصلاح الأمني أن يتم دمج هذه الميليشيا التي هي من المفترض أن تكون ميليشيا مساندة ودائمة للقوات المسلحة أن يتم دمجها في الجيش السوداني خلال عامين إلا أن قيادة هذه الميليشيا المتمردة رفضت أن يتم الإدماج في سنتين وطلبت عشر سنوات المؤامرة مؤامرة كبيرة مؤامرة دولية وإقليمية مؤامرة منصبة نحو دولنا للأسف العربية فهي مؤامرة أصبحت تقتنصنا دولة دولة وتنفرد بنا دولة دولة هذا المتمرد حيميتي لم يكن له أن يصل لهذا المستوى من العتاد ومن التدريب ومن التسليح لو لم يكن له دعم حتى لو وجد المال التقنيات التي يتوافر عليها هي تقنيات حديثة هو يستفيد من مناجم دهب هو بعد الثورة أصبح جزء من المنظومة الحاكمة في السودان كان لديه وضع دستوري كان نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي فهو استفاد من وضعه الدستوري وأصبح له استثمارات كما تفضلت وأشرت له مناجم ذهب عنده كثير من الاستثمارات لكن هو عنده المال أما التقنية التقنية إذا لم يتوفر على دعم خارجي لا يمكن أن تتوفر له مثل هذه التقنية لا يمكن أن يتوفر له مثل هذا العتاد سواء كان العتاد الحربي سواء كان التجهيزات الأخرى كل رتل متحرك يقال أنه كان معه سيارة إسعاف مجهزة بأفضل الإمكانيات فهذا يعني أنه يجي الدعم من بعض دول الإقليم أو من بعض الدول الأخرى التي لا تريد أي استقرار للسودان الحمد لله الوضع اليوم والدانيا أفضل كثير الجيش السوداني بسط سلطته على كثير من المواقع الاستراتيجية التي كانت تحتلها هذه الميليشيا المتمردة لا يفوتني أن أذكر بأنه في 12 ولاية في السودان لم تشهد أي صراع ولم تصلها هذه الحرب العبثية التي بدأتها الميليشيا المتمردة كثير من المواقع الاستراتيجية حسب البيانات المتواترة من الجيش السوداني أصبحت الآن في قبضة الجيش السوداني لكن للأسف أن هؤلاء المتمردين لأنه ليس لديهم لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة فهم لا يرعون لا في السودانيين ولا في ضيوفهم من الدبلوماسيين أي إلا ولا ذمة أصبحوا يمارسوا حرب الشوارع دخلوا الأحياء السكنية حاولوا أن يتخذوا من المدنيين دروعا بشرية بعد أن نفذت المؤنى الغذائية لجأوا للسلب والنهب سواء من المنازل أو من المحلات التجارية التي يعني البقالات ومحلات الأغذية حتى يعني يتم تموين هذه الميليشيا الغادرة الغاشمة حتى الآن حسب المعلومات المتوفرة لدينا من بيانات الجيش لم يتلقوا لم يتلقوا لذلك يعني هم في انحسار دعنا نتحدث بشيء من الصراحة كل دول المنطقة التي اندلعت فيها حروب اندلعت فيها صراعات داخلية لم تجد الوساطات فيها فتيلا ولم تفعل أي شيء إلا إطالة أمد هذه الحرب تمت عملية إجلاء الرعاية المغاربة والجالية المغربية بمن فيهم طاقم السفارة بتنسيق محكم ولصيق بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية السودانية عبر السفارة السودانية في الرباط التنسيق تم أيضا مع قيادة الجيش السوداني الذي أمن خروج هذه الجالية من عدد من الولايات والمدن السودانية حتى وصولهم إلى موقع الإجلاة في مدينة بورسودان الخارجية السودانية وقيادة الجيش السوداني سهلت عملية إجلاء كل الرعاية الأجانب بعضهم تم إجلاهم عبر بورسودان سواء كان عبر الجوب من مطار بورسودان أو عبر الميناء البحري إلى ميناء جدة أيضا هناك بعض الجاليات التي تم إجلاها عن طريق مطار ودي سيدنا لا يفتني أن أنوه إلى أن الماليشيا الدعم السريع المتمردة استهدفت بعض هذه عمليات الإجلاء هذه استهدفت عملية إجلاء الرعاية الفرنسيين حتى أن أصابت أحد هؤلاء الرعاية بطلق ناري مما أجل عملية الإجلاء لعدة ساعات أيضا تم استهداف إجلاء الجالية القطرية وتم نهب بعض ممتلكاتهم كما قلت أن هذه القوات التي لا ترعى إلا ولا ذمة لم ترعى حرمة المقار الدبلوماسية لم ترعى حرمة الدبلوماسين الأجانب والذين ترعى حقوقهم القوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها لم ترعى فيهم إلا ولا ذمة لأنها قوات غاشمة وقوات غادرة يمكن إذا تابعتم تصريح الأخير مع قناة العربية كان تصريح شخص موتور شخص يبدو أنه يائس حتى الألفاظ التي استخدمها الألفاظ لا تليق برجل دولة ألفاظ لا تليق بعسكري ألفاظ نابية لم يتعوت حتى الشعب السوداني في أن تكون في مثل هذا الهواء طلق أن يخرج بهذه الألفاظ هو كما نقول نحن بعظمة لسانه أقر بأن القوات المسلحة السودانية الباسلة كبدته في ضربة جوية واحدة أكثر من أربعة ألف وتمنمية من جنوده صرح بنفسه أربعة ألف وتمنمية أيضا صرح بأنه أمام عينيه تم قتل ستين من جنود أمام عينيه فهذا يدل على أن القوات المسلحة يعني تكبد في خسائر فادحة كما قلت يعني أنه يبدو أنه هو يائس يحاول أن يستجدي ويستدر عطف الشعب السوداني لكن الشعب السوداني كله الآن يقف خلف الجيش السوداني جيش السوداني جيش عريق تم تأسيسه حتى قبل استقلال السودان جيش عاقبته القتالية تقوم على حماية الدولة السودانية لا يدين بالولاء إلا للسودان أما هذه الماليشيا فهي ماليشيا أسرية بالمقام الأول ماليشيا أسرية قائد الأول هو محمد حمدان دقلو قائد الثاني هو شقيقه عبد الرحيم دقلو فهذه الماليشيا لديها طموح تريد أن تسير إلى نتيجة لطموح شخصي من حمدتي وأسرته فهذه الماليشيا لن يكون لها أي وجود ونحن على يقين تام بأن القوات المسلحة قادرة على أن تحسم المعركة القوات المسلحة السودانية قوات عالية التدريب وعالية المهنية ولكن كما قلت لكم سابقا لأن هذه القوات الماليشيا المتمردة الغادرة لجأت إلى الأحياء فالجيش السوداني يتعامل معها بعقلية النفس الطويل حتى يقلل الخسائر في صفوف المدنيين اشتركوا في القناة